وما تخافش على الاهلي مع اي مباراة طالما روح الفانيلا الحمراء موجودة طالما تركيز اللعيبة موجود طالما احترام المنافس على وجه الخصوص احترام المنافس بقدر كافي جدا احترام دون رهبة بس دون تهوين من شأن اي منافس كل الاحترام للاشقاء العرب المنافسين وكل الرجاء ان يتحل الاهلي بروح الفانيلا الحمراء ده كان كلامنا فيما سبق لكن يبقى هناك كلام كثير ب بعضمة لسانه قمة الارتباك في فض الاشتباك ما اقولك الحقيقة المشهد مرتبط جدا كل يوم نسمع على تخريجة الحق ده كأس الامم الافريقية حتتلغي عشان تفض الاشتباك مع كأس العالم للاندية لا ده حيقدموها يومين بس لو اتقدمت يومين هتخبط مع ليفربول فبالتالي يبقى فيه صعوبة لوجود محمد صلاح طب تشيلسي معد مبارياته امتى طب بلاش كأس الامم الافريقية يطلع منذ قليل احد المواقع بيقول انه مصدر في الكاف قال لهم انه فيه اعلان رسمي من الفيفا قريبا بتأجيل انطلاق كأس العالم للاندية بلها الكام خد المونديال وبيقول للموقع ده موقع الوطن انه كشف مصدر مسؤول بالاتحاد الافريقي لكرة القدم عن تقديم الاتحاد الدولي لكرة القدم مقترحا رسميا لجميع الاندية بتأجيل مباريات كأس العالم للاندية بدولة الامارات خاصة ان هناك ازمة واجه ناديي الاهل والشيلس الانجليزي خاصة انه في حال اقيمة البطولة في موعدها المحدد لها بشكل ناسمي سيخوض المالد الاحمر مباريات مونديال الاندية دون لعبيه الاساسيين ثم كلام كثير حوالين الازمة الى انه الموقع بينتهي الى انه الى الاتجاه انه الفيفا هيقدم كاس العالم للاندية اربع تيام او هيأجلها اربع تيام اللي تقام بداية من 7 فبراير حتى 16 فبراير بدلا من 3 الى 12 يعني تبدأ 7 بدلا من 3 فيكون بعد عن نقاط التماس والاشتباك مع كاس الأمم الافريقية لكن الموقع هو بيقول انه النادي الاهلي او الاتحاد الدولي ارسل لكل الاندية المشاركة ده ما حصلش لانه النادي الاهلي لم يتلقى هذا الاختار بعد فنتمنى انه سريعا يتم الانتهاء من فض هذا الاشتباك الفيفا بيبحث عن الحل المطلوب والكاف يحدد مصير الكان ده زي ما قالت الاخبار لكن يمكن اللي خلق هذا الجدل الكبير يا باش مهندس لما الباش مهندس احمد مجاهد قال الاهلي حيلعب بكل لعبته منذ هذه التصريحات لأحمد مجاهد واللغز مازال قائم نشوفه هاي بطولاتين يدخلوا في نفس الوقت ما بين نهاية البطولة دي وبداية البطولة دي من غير شرح كتير ومن غير لف ودوران كتير لا صوت قاعله فبقى صوت المتحد واذا كان فيه اي حد شايف انه هو منتخب مصر يعني يعني ممكن يكون يعقل لأهمهم اي جهة فده يبقى يعني مخطئ نفول اللحفاظ على كل الحقوق ان شاء الله بإذن الله موجود وعشان ما نضيعش وقت كتير انا بقولك الازمة محلولة من غير بقى تفسير انا بقولك ان شاء الله المنتخد هينعب بكامل نجومه ايوه كل الكثير هم الافريقية والنادي الاهلة يلعب بكامل نجومه ان شاء الله بإذن الله كما ستكسر عجلان دي من غير تفسير ليه ده تفسيرها مهمة قوي لا من غير تفسير لان فيه امور لو تقلد دلوقتي مش هت هتبوز السحر بتاعه مش هتبوز لكن انا بقولك خلق على الثاني ايوه نجاهد ان شاء الله بإذن الله ان انه اسماء البطول تكسر هم الافريقية ان شاء الله المنتخد يلعب بكامل النجومه سيختاره مستر كيروش تمام وفي نفس الوقت النادي الاهلة ان شاء الله هيلعب مباراته في كاسة العالم الاندية ثم نتمنى له طبعا التوفيق انه يتمل لحد المبارنة اهية تمام ان شاء الله هيلعب بكامل نجومه حلو معنى كده تفسيري انا للكلام ما فيش موضوع انا تمام خلاص واضحت جدا ان البطولتين هيبقوا بعيدة عن بعض طيب خليني دي نقطة ايه ما تفترضش تمام انا هفصل بعد مافل مع حضرتك الاجابة لا ما تفترضش تفسير تمام ده هيلعب بكامل نجومه وده هيلعب بكامل نجومه وما ظنش ان احنا يعني الفترة اللي فات دي كلها الحكايات والقصص دي شغالة واحنا قاعدين بمعزل عنها انا مش بمعزل عنها لكي فيه ناس بتتكلم كتير عشان تخاطب الجماهير تبرق نفسها وتشيل المسؤولية منها عن نفسها وفيه ناس بتشتغل نغير كلام كتير ان شاء الله بإذن الله البطولتين ان شاء الله كل فريق هيلعب بكامل نجومه مفهوم يعني اتحاد الكرة كان لدور مش عايزة كلام مفهوم اه يعني الاتحاد الكرة تدخل من اجل حل الأزمة ليس كل ما يعرف فيه قائل مفهوم انما اللي انا بقوله ان شاء الله اوكي طلت ملاحظات وستاذ مراهيم الحقيقة ما كانتش محتاجة تعليق او تنويهم الكابتن احمد مجاهد عندما يقول لا صوته يعلو على مصلحة المنتخب والذي يتصور غير هذا واهم ما حدش يتصور غير هذا ولم يتحدث احد اطلاقا عن المفضلة او المزايدة ان المصالح النادي ممكن تركب مصالح المنتخب ولكن كان كل سؤال هو فين دور المسؤولين في فضل هذا الاشتباك لما حضرتك تفضلت مشكورا وقلت ان احنا ما كناش بمعزل عن هذا الامر كنا نتمنى ان يشعر المسؤولين في النادي الاهلي بانكم مش في معزل كان كل اللغة ده توقف احنا كان كل اللي بنقوله احنا عايزين نشعر النادي الاهلي محل شايل همه واللي لازم يشيل همه الاتحاد بتاعه المحلي ثم الاتحاد الاقليمي في الكاف اما وقد حدث هذا الامر فقد قدم النادي الاهلي الشكر لمعليك والاهلي كان يعني عند هذه النقطة قال خلاص اذا كنت انت كاتحاد عملت دورك احنا بنشكرك فهما حتت بقى ان اللي بيتصوره يعني يعني خلاص انت عملت حاجة استحقت عليه الشكر لكن التنبيط على ان لا صوت يعلم والواهم محدش قال ابدا ابدا ان فيه صوت بيعلو على صوت المنتخ لكن ايضا محدش يستطيع ان يتجاهل مصالح الاندية وهي تخوض مباريات على مستوى كأس العالم للاندية بكامل نجومها ده كلام مهم جدا لانه كمان ربما المونس عدلي بيقولوا فيه رد على بعض الاتصالات التي تجريها بعض البرامج هنا مع مسؤوليين من الكاميرون فنسمع انه اصوات مصرية تتحدث على انه المنتخب مصلحته فوق اعتبارات كل الاندية طبعا وده كلام يعني مفترض ما بقاش مطروح اصلا للنقاش ولو كان اللي بيطرحه هدفه يضع الاهلي في صدام مع المنتخب فهذا هو واهم هو اللي واهم هو اللي واهم لانه انت قول ان انت عايز تير مطبطين على النادي الاهلي قولها لكنه حقيقة الامر فيما لم يخل للنادي الاهلي للنادي الاهلي قال ان انا افضل من المنتخب او ان انا لعبتي ما تروحش المنتخب او ان انا مصلحة اهم من المنتخب بالعكس النادي الاهلي بيسعى لتقديم لعبتي للمنتخب في احسن الظهر اللي اذا كان بيستقي معلوماته من بعض كتابات السوشال ميديا لأفراد انما انت بتتكلم على الاهلي بيسعى لفضب هذا الاشتباك حفاظا على المصلحتين المسألة كمان قدوا بالكم مش قصرة على المنتخب بس مش المنتخب المصري ما قال اهلها يحرم زي ما الكابتن طرق ديابه ورنهولكو الحلقة اللي فاتت قالك لا الاهلي من حقه انه الاتحاد الافريقي يسندوا والاتحاد المصري ساعده من خير ما تجلب كل لعبته احنا شايفين الرجاء الاتحاد المغربي عمله معسكر على حسابه ومدينه تكاليف الصفر عشان يضمن تمثيلا قويا للكرة المغربية في مباراة السوبر فالاصوات اللي احنا بنسمعها من الكاميرون او من هنا انه منتخب اولا يعمل منتخب اولا وثانيا وثالثا ولا يمكن لأحد ان يضع المنتخب قبل النادي او النادي قبل المنتخب لكن خد بالك حاجة سيادتك لازم انت بقى واخد بالك انه الاهل هيتحرم من علي معلول هيتحرم من اليو ديانج هيتحرم من بدر بنون يعني الثلاث اعمدة رئيسية موجودين مع منتخبات بلادهم الامر مش قصر على المنتخب المصري بس الناس اللي بتفهم بتوع الكورة وبتوع الرياضة عارفين انه لا يمكن باي حال من الاحوال قبول اقامة مباراة مباريات رسمية في كأس العالم للانديا في وقت لكأس العالم او لكأس الامم الافريقية فياريت كل اللي يتكلم يفتي في المسألة يكون عنده دراية بحقيقة الاشتبال كمان فيه قوة تماما استاذ براهيم اه قالك اللي يفاكر ان احنا بمعزل عن الاحداث بس فيه ناس بتشتغل ما بتتكلمش لا مش في الموقف ده لما تشتغل في هذا الموقف لن تتكلم بدلينك تكلمت اهو فانت لو كان عندك حاجة تقولها قبل كده كنت قلتها بدلينك وقلت في اللحظة اللي تصورت ان عندك معلومة وان كنت حتى الان انا غير مطمئن لان انا لا تعامل الا بالاوراق الرسمية انت هتعمل زي كبت مجد أبغاني تعرف قال ايه نسمعه هل عند احمد مجاهد انباء بان بطولة الامة الافريقية هتتأجل لا انا بقول لحضراتكو لا انا بقول لحضراتكو انا كنت في الكاميرون الاستاذ اكتمل تماما الناس قعدة في الاستاذ منتظرين المباريات احمد مجاهد اللي قاله كلام حقيقي ولا هو يعني بلغة الكرة كده واللغة البلدي بيميم النادي الاهلي احمد مجاهد ماشي خمسة يناير النهاردة النهاردة هو هيمشي قبل البطولة كمان ما تبتدي هل كارلوش كيروش هيسيب لعبة النادي الاهلي كلهم يروحوا يلعبوا مع النادي الاهلي ويسيب المنتخب ما اعتقدش الكلام اللي بتقال اللي لازم لازم نفكر فيه ولازم يبقى ولازم المنطق هو اللي حكومنا هي مخاوف مشروعة يعني ولذلك ما فيش حاجة اسمها ما تكلمش لان عدم كلامك ثم التنبيت اللي اتا بتقوله دفعت بعض المسئولين ها يمشوا على كلامك وان المنتخب ومش المنتخب ولا صوت يعلق على المنتخب هو حد قال لكم ان احنا عايزين نحرم المنتخب من النجوم وان احنا بنقول لكم لا عايزين نحرم المنتخب ولا عايزين نتحرم محدش من فضلكو يحاول يلعبوا مع النادي الاهلي لانه يعني موقف خاسر بكل المقاييس كل كل الدلائل السابقة ان نادي الاهلي في كل الامور الاكثر تضحية في هذا الشأن طيب الاهلي شكر المهندس احمد مجاهد في بيان رسمي فكان احمد حساب ميدو له تفسير لهذا الشكر انا في رأيي ان التصلحات بتاعت المهندس احمد مجاهد حطت مسئولي الاتحاد الافريقي في ازمة لان النهاردة التكاهن الاول يا ام حاجة يا ام كاس الامم الافريقية اتخذ قرار قريدي بتأجيلها والاتحاد الافريقي ما بيعلنش الحاجة التانية ان منتخب مصر يخرج من الادوار الاولى هيخرج ازاي ما اعرفش وهو عارف كده النهاردة الاهلي رد على كلام المهندس احمد مجاهد ما فوتوش وانا بقول ان الاهلي رد على تصريحات المهندس احمد مجاهد الاعلامية بزكاء كبير جدا خلينا نقول بزكاء كبير جدا الرد بتاع الاهلي ده جول في الماص بيان الاهلي ده حط المهندس احمد مجاهد في خانت اليك ان حتى لو انت مش موجود في المسئولية ومش قاعد عالكرسي انت وانت قاعد عالكرسي قلت ان الاهلي يلعب بكمل نجومه والمنتخب يلعب بكمل نجومه دي حركة معلمة من الاهلي الحلو نقول عليه حلو مفيش كلام هو انا شايف ان البيان ده بقدر ما تصوره البعض انه بيثبت حالة لكن اثبات الحالة مع الناس اللي عايزة تبرر بعد كده باي حاجة ما هيش معضلة يعني يعني انت اثبت حالة على الكابتن احمد مجاهد اللي حيكون مشي مش هده انما ربما النادي الاهلي اراد ان يوقف حالة احتقان كانت تسود الاجواء الكروية وهذه مسئوليته فقال لهم انا حصدق هذا التصريح وعندما اصدق هذا التصريح انا بشكر الاتحاد المصري الذي كان ينبغي ان يطمن الاهلي ويطمن الناس بدري عن كده ويشعرنا بمجهوده عليك السعر وتورينا انت بتعمل ليه في هذا الشأن طبعا انت اعجأ وكل الناس قالت له انت وهنا بريدة قاعدين جنب انفنتينو هلتوا تكلموش مخصمين بعض لكن لما يطلع انفنتينو ويقولك احنا خدنا موفة الاتحادات الاقليمية يبقى انت وفقت على الكلام ده من الاول ما علينا دعونا ننتظر وتتحل مين اللي حلها يا سيدي احنا نشكر الناس كلها اللي اجتهد واللي ما اجتهدش واللي عايز يعني يعني يعمل لنفسه دور واللي مالوش دور واللي له دور بس حلولنا المشكلة دي لان هذا هو العدل يعني العدل ان تتاح لي الفرص المتكفئة والباقي بتاعنا بقى ربنا وفقني اجتهد بقدر ما اجتهد لكن ما ينفعش انك تاني تعيزني يا لعب تايسون من غير كلافزات على فكرة انا المرة اللي فاتح قلت كلافزات بقلتش كلافزات لان فيه ناس بتحب تملي تمسكلك على الكلافز لا تعلم عليك ايه مجرافز يعني جوانتي يعني هي دي كان لازم ان انا نمسكها يعني احد الشقال كلافزات يعني طيب كابتن ميدو بيثمن موقف النادي الالي وكابتن محمود الخطيب في تصرفه هذا وادرته للازمة الحقيقة الالي بيحافظ على حقه الطبيعي في ان يدعم المنتخب بافضل اللاعبين في احسن الظروف ويحافظ الالي على قوته اللي الكل بيشهد انه ده الموقف الطبيعي بالمناسبة زميل الاعلام الكبير اللي وحشنا لو استاذ عفتاح حسن كان ضيفا على الزميل هاني حتحود وتحدث عن الكابتن محمود الخطيب الاداري نشوف كابتن الخطيب كان انت بحضرتوش طبعا في الملاعب كان اسطورة كبيرة جدا في التحليل كان اسطورة وهو بيقود النادي الاهلي اعتقد انه هو اسطورة كبيرة ليه بتصفوا باسطورة ادارية لانه بينفز من غير ما يتكلم حتى الناس اللي بتهجموا ما بيردش عليها اي انسان ناجح وعايز ينجح او فكر ان يرد على الناس اللي بتنتقدو فين النجاح هيعملوا انت الخطيب ما بيردش على اي حد كل الناس بتنتقدو كتير جدا بينتقدو لكن ما بيردش ورد هنا مش عجز لكن الرد انه هو ان الراجل مش فاضي فعلا راجل عنده رسالة بيقديها انا شايف انه نجح خش النادي الاهلي كنادي يشوفه اجتماعيا حتى يتطور تطور رهيب الفروق اللي بتتفتح اجتماعيا برضو للأعضاء اللي هم الجمالة الأمامية طور لهم كل حاجة اداء الفرق المختلفة ومعاملته للمشاكل اللي ممكن تقابلهم اعتقد اللي فيها احترافية كبيرة جدا ماشي على خطة سبتة ويعني بيثبت من يوم ليوم انه فينا الاسطورة ايه ابرز الكواليس اللي كان بتكون بين حضرتك كاعلامي وبينه كمحلل ونجم كرة سابق على الهوى او برا الهوى ممكن تحكي للناس لا انا فاكر موقف مع يعني يعني مع الكابتل الخطيب بس كان البرنامج كان بيقدمه لأستاذ حسام دين فرحات والكابتل الخطيب وكتنا في الملعب فوانا على الهوى واحد بيسخن من اللعيبة بتسخن ورح شاهد الكرة دربت في دماغي فانا فعلا حسيت اني انا دخت دخت اه بتقولوا يبدوا ان هما يعني التسخين زاد عن اللزوم لدرجة انه أثر على دماغي طبعا هما استاذ حسام والكابتل الخطيب الحياة يعني خدوا الافيدة مني حكوه بطريقة زريفة جدا او اتعاملوا معه بطريقة زريفة جدا طبعا يعني الاشيادة هنا ان الراجل بيشتغل ما بيتكلمش لا بيرد على اللي بيقازيره ويحبه ولا بيرد على اللي بيهاجمه ولكنه يعمل وانا قلت قبل كده قلت يمكن ربما ان مسندتنا لكابتن الخطيب كانت بدأت بنوع من التفاؤل والادراك انه هو راجل طالع من مدرسة ادارية محترمة وانا قلت قبل كده انه ادهشني اداؤه كراجل تاني ادارية انا بحبش الكلمة دي يعني ايه ادارية يعني هو راجل صاحب فكر عايز يطور عنده برنامج نفزه ونفز اكتر منه وبينقل على اللي بعديه واستطاع ان يتجاوز اذا ما تطاحنا لم تصدف غيره فلابد ان يكون الراجل ده عنده حاجة صلابة وعنده رؤية وعنده شخصية وعنده ادوات بيعتمد عليها وعنده اداء جماعي واداء فردي خلاص مش هنوعد نتكلم في الكلام ده كتير لانه الشغل بيشاور عليه الحقيقة كان يعني وحشتنا طلت الصديق العزيز والزميل الاعلام الكبير عفتاح حسن واحد كانوا من الاصحاب التجربة الاولى مع الاعلام الكبير والستاذ حسام الدين فرحات عبر شاشة النيل للرياضة نتمنى لهم كل الصحة والتوفيق ومعاودة الظهور ان شاء الله